يقول إمام الحرم المكهي السابق كنت أرى حرمة الغناء وكان فيه مسألة فقهية ثم غيرت رأيي فما هي المشكلة نقول له لا مشكلة ولكن لماذا حين تقولون هذا حراما تصبح المشكلة كبيرة جدا لماذا حينما تتراجعون تقولون لا لا توجد أي مشكلة إنما كان هناك خطأ وانتهى الأمر لماذا حينما تقولون الغناء حرام في ذلك الزمان وتحاسبون وتقتلون وربما تهجرون وتقطعون أرزاق الكثيرين بسبب أن هناك من اختلف معكم أو أبدأ وجهة نظر أخرى وقلتم لا هذا كلام مقدس لماذا تعتبرون سفور مثلا وليس الحجاب أمرا محرما وربما بعد سنوات ستقولون لا كنا مخطئين وأن الحجاب ليس بفريضة لماذا أصبح فريضة فجأة هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها في هذا الفيديو فكونوا معي يا زقائي السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سأحاول مناقشة قضية قل ما نقشت بطريقة فيها عمق كافي موضوع مثلا من مواضيع الدين الأساسية موضوع حرمة الغناء والموسيقى والطرم وما إلى ذلك هذا الموضوع سأحاول أمناقشته من باب أنه ليس مسألة فريضة ولا مسألة حلال وحرام إنما مسألة سيطرة وهيمنة على الناس الموضوع لا يتعلق دائما بالموضوع نفسه إنما في أهداف وجود هذا الموضوع نفسه معنى المعاني عندما يقول رجل الدين أو الفقير إنه هناك حرم للغناء ويحرم هذا الشيء وبالتأكيد هو يقدم مبرراته لهذا الموضوع الهدف ليس الغناء بحد ذاته إنما هو يعتبر أن هذا الغناء سيؤدي غرضا سيئا لأبناء مجتمعه فبالتالي يعتبر بأن هذا الأمر سيؤدي إلى تلاء الضرر في مجال آخر من مجالات الحياة وهذا الضرر بالنسبة للرجل الدين هو أن تتضرر مصالح الجماعة أو العليا والتي هي تتمثل في الوحدة والتماسك التماسك القطيعي بتعبير الحيواني هذا الأمر هو المسألة الأساسية بعدما يتغير الموقف ويرى بأن هذه المسألة ستهدد الأمن الجماعي سيقبل بها ويعتبر أنه من باب أن الضررات تبيح المحظورات لكن هناك مستوى آخر دائما يفسره الكثير من الأخوة ويرون بأنه رجال الدين يتبعون الحاكم وأوامره ويصدرون فتواهم على هذا الأساس طبعا هذا الأمر لا أشكك في مصداقيته بالفعل هناك نوع من التوافق بين الطرفين أنه دائما رجل الدين يحاول أن لا يصطدم بالحاكم والحاكم أيضا يحاول أن لا يصطدم برجال الدين عندما نحلل ونبحث موضوع الغناء مثلا نرى بأن رجل الدين كان مهيم على الناس ونشر بينهم عقيدة رفض الغناء وأعتبار كل من يغني هو شخص خارج على الملة أو تسميات كافر كويفر يعني مدلس منحرف منحل إلى ما إلى ذلك الديوث والأسماء الكثيرة في هذا المجال وهي كلها نوع من الدعاية واللغط النفسي والاجتماعي والديني على الجميع بحيث يتحاشون موضوع الغناء والطلب وحتى من يهوى هذا الشيء يحاول أن يمارسه بالخفاء هذا هو الهدف من الموضوع لكن عندما يأتي في لحظة المعينة ويقول لا أنا لم أفتي بهذا أفتيت بهذا وكلت غلطان وهذه مسألة فقية كيف نتعامل مع الموضوع؟ نتعامل نرى بأن المسألة هو رأى بأن هدفه الرئيسي للحفاظ على الجماعة والقطيع وتماسكها فعندما يرى بأن هذا التهديد ماذا يفعل؟ يتضامن مع الحاكم في هذا المجال الحاكم يبلغه بأنه وصل إلى حد كبير من مستوى الضغط على الناس بالقضية الدينية أصبح يفوق المستوى وعلى أن يخفف لأن المسألة أصبحت فيها من التعقيد ما يجعل هذا التماسك هشا معنى المعنى أن رجل الدين عندما يشعر بأنه الحاكم وليس الهدف هو أن يطيع الحاكم لا هو هذا نفهمه بها الطريقة لكن رجل الدين يرى بأنه هو المسؤول على كل شيء مسؤول على السلطة وعلى الدولة ومسؤول على الحياة وحتى على واحد يسلم على الثاني بالشارع فهو يعتبر نفسه مسؤول على كل هذا بالتالي هو عندما يرى الحاكم يقرر بأن هذه المسألة يجب تحليلها ويجب عدم إثارتها بطريقة كبيرة فهو يرضخ لهذا الموضوع ليس لأنه متحالفاً مع الحاكم أو خائفاً منه بالضرورة طبعاً هو موجود الخوف ومقول الحذر أيضاً من الحكام والعلاقة بين الطرفين المتوترة لكن هو هناك باب يفكر فيه رجل الدين ويرى بأن طاعة الحاكم أمر واجب لأنه هو أدرى بالحال الذي عليه الجماعة وأدرى بأنه هو يدري بأنه بعض الأمور التي يتشدد فيها الدين يجب التساهل فيها أو التغاضي عنها هذا الأمر يجب أن نفهم هذا يخلينا ليش أنا أتحدث به بأنه المسألة هي ليست مؤامرات بين رجل الدين ورجل السلطة إنما هناك نوع من تبادل المصالح وكلها في هدف واحد وواضح هو دوام سلطة الطرفين على الجماعة والجماعة بالوقت نفسه هم أيضاً حارسين على بقاء الجماعة لأنه هم مصالح مرتبطة بالجماعة فهو أدماء يعني يخدوا عين أو ترهيب وترهيب وترهيب فهما يحاولون أن لا يخسرون الجماعة إلى حد الخطورة لكن أيضاً لا يريدون أن يضغطون على الحد الذي لا نهاية له لأنه كما نعرف الدين عندما يتمكن من المجتمع لا يعرف له حدود يصل إلى لا يمكن لا يمكن ضبط الدين ورغبته الشديدة بالتسلط واحتكار كل شيء احتكار الشارع احتكار الأفكار احتكار الكلمات يجب أن يتقي الجميع بكذا واليوم يقول لك كذا وبكرة يعني وصلوا يعني لمسألة الحجاب مثلاً بدأت طرحة بعدين طرحة صارت جبة الجبة صارت حجاب على الشعار بعد ذلك الحجاب على الشعار وصل غطى الوجه عدى الأيون وراها بعد الأيون خلوا واحدة بعدها تنين بعدين خلوا فتحها بعدين قادر بالبيت لن تنتهي فهي هذا يتحول إلى مرض يعني محاولة السيطرة على الناس يتحول إلى مرض شديد يصيب الدين ويجعله يعني قاتلاً لنفسه بنفسه طبعاً هذا جانب الجانب الثنائي العلاقة السلطة برجل الدين أو علاقة السلطة الدينية بالسلطة السياسية التنفيذية لكن طبعاً هذا كله ضمن الفضاء المتخلف الفضاء القروسطي الذي يؤمن بوجود حاكم عادل أو غير عادل هذا يجب أن يكون موجوداً ولا حل آخر يعني لا ليست لا توجد في المنظومة الدينية أو المنظومة الشرق أوسطية أو الذهن العربي الإسلامي تصور آخر للموضوع هو دائماً هنا علينا أن نبحث عن الإمام العادل وهناك عشر بالمئات الكتب والبحوث الدينية والفقهية والعقائدية التي تتحدث في هذا الموضوع وكلها تدور على فكرة الحاكم العادل لأن هناك الشخص هو هذا علينا أن نجيد اختيار هذا الشخص أي شيء آخر معتهم بعد لا يعني خدراتهم الدماغية أو العقلية لا تستطيع الخروج من هذا القفص الديني الجاهز والذي هو نمط تاريخي يعني تاريخي عريق في هذه المنطقة عدل العالم اليوناني اللي انتشرت فيه الماط أخرى من الحكم خاصة الديمقراطي الجانب اللي أقول الثاني أنه رجل الدين يرى بأنه كائن مقدس وبالحقيقة هو فعلا مقدس لأنه لا أحد يتجرع على نقده بأي شكي مشكال عندما تعالوا إلى جميع بلداننا من شرقها إلى غربها جميع القبائل جميع المدين جميع المناطق جميع المذاهب لن تجد أحدا ينتقد رجل الدين نحن في الفترة الأخيرة فقط هاي الناس عايشين في مناطق خارج سلطتهم ممكن تجد بعضنا يعني يجازف أيضا في الحديث بشكل ناقد لهم لكن في الحقيقة هم لا ينتقدون هم أناس مقدسون وهذا الرجل قال الحقيقة قال أنا كنت أرى حرمة الغناء وهذه المسألة فقهية وغيرت رأيه لا تقول له ما هي المشكلة هو مستغرب لماذا؟ لأنه يرى نفسه إلها يرى نفسه هو مصدر المعرفة ومصدر الحكمة وهو المتحدث باسم الإله فبالتالي هو الإله وهذه الحقيقة يجب أن نعرفها أنه الإله الحقيقي الذي يعبده الناس هو رجل الدين بالتحديدا بدون أي ليس بواسطة ولا أي شيء آخر هو نفسه هو نفسه هو الله نفسه هو نفسه المقدس المجسد الكامل رجل الدين هو المقدس الكامل وهذا اللي يجعل الناس تدفع له الأموال وتمونه يعني تحاولا تكسبهم بطريقة أو بخرى وتتودد لهم وتتوسلهم وتخاف منهم وتخشاهم هم وهم فعلا بهذه الصيرة هم أناس شطار وأتم لديهم المهارة والدربة والحرفة والحرفنة والدراية والخبرة العريقة يعني آلاف السن أتم خبرة متراكمة فهذا لا تستطيع عن تقاومه والناس خاف منهم الناس حقها الناس مساكين لا يفقه شيئا وحتى لا يعرف شيئا فهو رجل أيضا رجل الدين يسوي لك يعني علوم الدين فهو ما تر ما يعلم هذه الحقيقة ما تر الناس ما تر شون الدين بمناسبة وهذه القضية فالرجل الدين يرى نفسه إلها بمعنى الكلمة وهو طبعا يقول أنا لا لا يقول أنا الله ولا يقول هذا الشيء هو من المهارة والحكمة بحيث لا يبالغ بهذه المبالغة ويقول أنا الله لأنه عند ذلك سيطالبه جميع بما لا يستطيع تعال تشافيني داويني عالجني كما حدث مع السيد المسيح وكانت نهايته يعني سيئة كما نعرف وجرى تأويلها لاحقا وأنها ليست سيئة إنما لبيه فيها حكمة وفيها شيء عميق لكن هي هكذا الشعوب تحاول أن تلطف الأمور وتقودها بالطريق الذي يروق لها وعليه فهو عندما يغير رأيه لا يرى هناك مشكلة بأنه هو الحاكم من عامر الناهي وهو الذي الله يغير رأيه ما المشكلة؟ يعني الله هو المقدس عندما يغير رأيه ويرى أمور أخرى اختلفت أنه هناك ضرورة تغير الأمور وهذا بالنسبة إلى عادي الناس لا علاقة لها به لأنها مسألة فقهية هذا الجدل ما رح ينتهي ولكن الموضوع المهم جدا وهو الناس في الحقيقة لا تعرف ما هو الدين الناس لا تعبد الدين تعبد رجال الدين ولا تعبد الله تعبد رجال الدين ولا تعبد ولا تعرف ما هو الدين ولا قرآن ولا أدها فكرة عن أي شيء لكن أدها فكرة عن وجود رجل الدين حقيقي متشخص ويرونه أحيانا في الجامعة فقط على مسافة ولا يقتربون منه وهو في الأعلى يصعد على منبر وهم يجب أن يكون يكون إما ساجدين خلفه أو جالسين على ركبهم تحته وهذه هي الحقيقة ويتبركون به ويقبلون يده في كثير من الأحيان في كثير من مناطق لكن هذه هي الحقيقة الناس لا تعرف شيئا عن الدين يعني أكو حلقة باليوتيوب أكو حلقات طريفة جدا يقول له مثلا من هو محمد ما يعرف من محمد مسكين ما يدي ما يعرف شيء الموضوع فمحمد ابن من من أمه من أخته من أخوه ما يعرفون يقول له ما هو الشيعة يقول له الشوعية ما عندهم فكرة عن أي شيء على الإطلاق فالناس لا تعرف ما هو الدين وهذه ليست مفاجأة بالمناسبة مفاجأة لمن لا يدرك حقيقة الأمور أنه الناس تعبد أي دين وبدليل أنه عندما أصدروا حكام تغيير أمر بتغيير الدين الناس غير الدين بسهولة لأنه أصلا لا تعرف شيء الموضوع يتعرف الدين أنه هناك حاكم يتبنى هذا الدين ويحكمها وخلاص الآن مثلا نشوفون أنه هناك دفاع أعمى عن الدين والدين والصحيح وما إلى ذلك طبعا هناك نصف المثقفين مش مشكلة بس أغلبية الناس العام عموما لا يعرفون ما هو يعرفون أنه هناك أئمة وشيوخ وهناك دين وهناك إسلام يسمعون هذا الكلام متكرر وهناك أشياء متكررة على ذهنهم هذا ليس أكثر من هذا فبالتالي الإله الحقيقي هو الرجل الدين ولا يوجد غيرة ولا يسمح بوجود غيرة ولا يسمح بوجود أي منافس بأي شيء كمي أشكال والآن حتى لو بيتهم الآن يسدوا الإنترنت سدوا بس لكن فاتت عليهم وحاولوا مقاومة كل شيء حاولوا مقاومة ليس الحديثة الطيارة السيارة التلفزيون المذيار المسجل كل شيء المسرع السينما كل مظاهر الحضارة الحديثة حاربوها ولكن الحضارة أثبتت بأنها هي أقوى من أي شيء يعني لم يعد بالإمكان أن يقفون بطريقة في طريق الحضارة والتحضر وانتشار الوعي وانحسار الجهل هذا هو الأشياء الذي يجب أن نفهمه وندركه بالتالي اللي أريد أقوله والسنتجة من كل هذا بأن الدين ليس كما يدعي رجال الدين ثابتا لا يقبل النقاش ومصادره دقيقة وراسخة ومكتوبة في اللوحة المحفوه وهم الممثلون وحيدون له هذا التغير في أكترائف كثيرة عندما يقولون الدراجة هي حصان الشيطان طماطع هي ثمرة الشيطان أو فاكهة الشيطان وما إلى ذلك وأسماء كثيرة للطائرة ومركوب إبليس وأشياء كثيرة كلها حرموها لكن عندما يجي يقولون لا تغيرنا رأينا أو كنا قارن الأمور بطريقة غير صحيحة وأن الهجاب ليس بفريضة بعد فترة سيقولون وكثيرين قالوها أصلا لكن هناك خشية فيما بينهم من انتشار الموضوع لأنهم نشروا المرض وتورطوا به لا يستطعوا نتراجع عنه إلا بعد أن تأتي قوة غالبة أكبر منه جميعا وتهيمن عن الموضوع كما يحدث الآن في علاقة الكلبي مع مع ولي الأهد بن سلمان الموضوع الذي تقوله بأنه الدين ليس بثابت والله نفسه ليس بثابت والفكرة الإلهية بأكملها متضعضعة الفكرة الدينية متضعضعة وهناك لجوء للقرآن وما إلى ذلك لكن القرآن ليس لم يتضح بأنه ثابت ثم أنت تبرر بأنه هذه كانت مسألة فقهية غيرت رأيي لذلك إذا كانت مسألة فقهية وتتغير رأيك بما قيمة الفقه يعني يعني أنت تدعي بأنه هذا الفقه هو علم من العلوم الراشخة الدقيقة علم أصول الفقه أي علم هذا الذي لا تستطيع أن تخلط منه بقواعد راشخة ومناهج ثابتة لا تقبل التغيير ولا تقبل الخطأ إذن المشكلة فيك مشكلة في الدين نفس أو تأترف بأنه الدين غير ثابت وأن كل شيء عبرنا عن ثبات هذا الدين لكن في الحقيقة هو غير ثابت بشهادة ملايين الأدل إذن في النهاية وخلاصة الموضوع الذي وصل بأنه الحالة النتيجة النهائية لهذا الكلام في كل الأحوال هي تيش التناقضات وأهم التناقض فيها بأن ما يدعون من وجود دين راسق وثابت هو أمر غير موجود ولا صحة له ولا وجود لأي دليل على صحته والعذر الذي يثبت الذي يبرر هذه المسألة بأنهم قرأوا شيئا وأنها كانت مسألة فقهية وغيروها فهذا أيضا يثبت بأن الدين ليس بثابت وأنه لا يصح أن نقول عنه ثابتا خلاصة بأنه كل ما يدعيه رجال الدين هو مجرد دعاية مجرد محاولة الفرض السلطة على الناس والناس الجهلة الذين لا يعرفون ما هو الدين وبالتالي يعني يمارسون سلطتهم ويغيرون ما يشاءون كما يشاءون لماذا ليس لأن هناك تغييرات فقهية لا لأنه هو يعتبر نفس الإله وهذا الإله لديه صلاحية المطلقة لأن يغير ما يشاء كما يشاء ومتى ما يشاء وأين ما يشاء ومهما كانت هناك مشيئة أخرى لمشيئته فلأنه هذه مشيئة لله هي التي هو وحده يجسدها شكرا جزيلا وأتمنى معاراكم ومع السلام